موسيقى مهلا guys شخباركم معاكم يارا اليوم انا سويت لكم فيديو اشرح لكم عن فراش المكياج واد قتيني اسئلة شلون اعرف شنو هذه الفرشة تسوي فان شاء الله انا اليوم جاوبت على اسئلتكم راويتكم فراش الوجه و بعد فراش العيون و شلون تستخدمونهم طبعا مافي اي قواعد حق المكياج بس يعني راويتكم بشكل عام شنو دور كل فرشة وفي هالفيديو سويت لكم ميكوب اللي انا حالياً ويد قاعدة احبه مو بلازم يكون عندك مليون الف فرشة والمكياج اهو اصلاً شي جداً ممتع اهم شي في نهاية اليوم مكياجتش يعجبتش بس اذا حابت تتعلمين شنك الفرشة تسوي كيب واتنزون تسون like comment to subscribe ويلا خنبدي ويا الفيديو اوكي قايز فاول فرشة عندنا اياها للفاونديشن اهي فرشة الكابوكي واهي عبارة عن فرشة كثيفة وقصيرة ومسطحة من فوق اهي اكثر شي تستخدم على المناطق المسطحة من الوجه فيمكن يكون عندك شوية صعوبة وانتي الدخلين في طرف الخشم بس اهي الصراحة برأيي احسن فرشة للفول كوفراج ويد سهلة استخدامها بس لازم تدمجين الفاونديشن بحركة دائرية اهو كل يعتمد عليه شوعة الكوفراج اللي تابعين تحصلينه بس تقدرين تتأكدين انه من الكابوكي براش بتحصلين على فول كوفراج ثاني فرشة اهي بعد فاونديشن براش بس اهي غير عن الاولية لانها ويد ضعيفة يعطيش كوفراج ويد حلو بس بنفس الوقت الفاونديشن ممكن يخطط عندكم لكن هذا البراش يخليش تواصلين على مناطق غير مسطحة مثلا طرف خشمج اذا تحبين تستخدمين هذي الفرشة بس تحسين ان الفاونديشن ويد يخطط عندك ما عليش لانه بس بتحتاجين سفنجة او بيوتي بلندر واضطبطبين فوق الخطوط بعد تقدرين انه تستخدمين بيوتي بلندر بروحها بس نفس الشي يعتمد على الكوفراج اللي تبينه فاذا تبين لوك يومي او اذا تبين فاونديشن يكون لايت تو ميديم كوفراج البيوتي بلندر احسن شيء ننتقل لفرش الكنسيلر انا وايد احب استخدم هذي الفرشة لانه الشيب مالها الشكل بالضبط نفس شكل نزلت طرف العين وطبعا الصوب الثاني بستخدم بيوتي بلندر انا الصراحة حق الكنسيلر حسيت ان البيوتي بلندر احسن شيء برأيي انا وبعد التب حق البيوتي بلندر بالضبط يدخل عند طرف العين ولان البيوتي بلندر يمتص شوية من الكنسيلر تدرين تبنين فوقه اما ويالفرشة ممكن يكون شوي صعب انتش تشيلين من الكنسيلر اللي حطيتي احين ندخل في فرش البودرة اول فرشة هي فرشة بودرة كبيرة والشكل يكون دائري من فوق احنا شي فيه انه يوزع البودرة على وجهج بشكل متساوي تقدرين انتش تضغطين شوي على المناطق اللي يكون فيتش دهون اكثر او انتش تمررين الفرشة على وجهج كامل وبتعتمدين ان الفانديشن والكنسيلر بيثبتون الثاني شيء باستخدمها هو طبعا البيوتي بلندر مرة ثانية ولما ابي اثبت الكنسيلر اخلي المرايا جدامي واطالع على تحت عقوب مع البيوتي بلندر اضغط البودرة تحت عيوني ويكون شكله فلولس وباقي البودرة اللي موجودة على البيوتي بلندر يطبطبها على وجهي كامل صار وقت البرونزاج وطبعا بستخدم هولا برونزر والفرشة اللي بستخدمها هي الفرشة المثالية حق الهولا برونزر وهي فرشة بنافت كوزماتيكس للإسمرار وللكونتورينج احلى شايفة الفرشة انه يخلي البرونزر يكون مثل الزبدة يدمجها بشكل ويد مجانس ويعطيك لوك ويد طبيعي بس اذا ما عندش هذي الفرشة بالذات تقدرين تستخدمين اي فرشة اضعف من فرشة البودرة بس نفس الشي تكون دائرية من فوق للبلاش بستخدم جاليفورنيا بلاش ونعم تقدرين تستخدمين نفس الفرشة حق البلاش انا اذا كنت مستعجلة دايما استخدم نفس الفرشة او تقدرين تستخدمين فرشة بلاش هذي الفرشة تكون انجلد وهذه الاطلالة براويكم اياها اهي اطلالة ترفع الوجه فببدي من اعلى نقطة من خدودي وبدخل البلاش على داخل هذي الفرشة تكون كومباكت اكثر من الثانية تكون كثيفة اكثر فوايد تاخذ لون فلازم شوية تنتبهون انكم ما تحطون وايد فشوي شوي بالعدال بدوا تبنون البلاش وتقدرون تشوفون الفرق بين استخدام الفرشتين حق الهايلايتر طبعا بستخدم كوكي هايلايتر ومع فان براش ونفس ما انتو شايفين هذي الفرشة تكون شعارها طويل وتكون وايد ضعيفة وبشكل مثلث وهذه الفرشة دايما يستخدمونها حق الهايلايتر عشان اتوزع الهايلايتر والكمية اللي تاخذها بعد تكفي ثاني فرشة هي فرشة اصغر بوايد وهي بشكل بيضاوي ونفس الشي اتوزع الهايلايتر بس بدقة فحق الهايلايتر الثقيل احب استخدم هذي الفرشة ننتقل للآي شادو وبستخدم هولا لايت اول شي مع فرشة أي شادو مسطحة وهذه الفرشة احسن شي حق الطبطبة على الجفن ولكسرة العين بس استخدم هولا برونزر ومع نفس الفرشة اللي استخدمتها حق الهايلايتر انا عندي يمكن ثلاثة من هذي الين فرش لانه وايد عمليين وهذه الفرشة اسمها كريس برش او فرشة كسرة العين وعادة احنا نحط أي شادو في كسرة العين عشان نحدد شكل العين والحين بدخل مع هولا توستد وبستخدم هذه الفرشة اللي اهي بعد تصلح كسرة العين بس تكون ويد أصغر عشان تقدرين تحددين عيونتش بدقة فأخلي المرايج أدامي بالضبط وأحدد الكسرة بزيادة وبعد أحب أستخدم نفس الفرشة عشان أحط الهولة توستد عند الرموش بالضبط ومع نفس الفرشة أحط الأي شادو تحت عيوني ودايماً أخلي أول فرشة معاي عشان أدمج كل شيء وطبعاً لازم أكمل اللوك وأثبت حواجبي مع 24 أور براو ستر وشذي خلصتواي اللوك وإن شاء الله استفدتم إن شاء الله عجبكم الفيديو استفدتم من المعلومات إذا عندكم أي اقتراحات حق فيديوهات ثانية مثل هذه أو إذا عندكم أي اسئلة تابوني أنا أجاوبها في فيديو طرشوني مسج على الإنستغرام لأن أنا دايماً حاضرت لكم لا تنسوا نتسوون لاي كومنت وسبسكرايب وتتابعونا على الإنستغرام وعلى التكتاك وبأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله باي اشتركوا في القناة